تمام عندنا خبر يمكن عايز اتكلم فيه مع حضراتكو محمد صلاح يمكن وكيل محمد صلاح بيصير الجدل في كل المواقف حاول يمكن اثار خلال يمكن صورة نزلها على انستجرام عنده على مستوى طبعا تعاقد محمد صلاح مع او تجديد محمد صلاح اللي تعاقده مع ليبر بول مازال لسه مستقبل محمد صلاح لغاية دلوقتي مستقبل غامض مع فريق ليبر بول في ظل طبعا عدم التوصل لغاية دلوقتي لاتفاق بينه وما بين مسؤولي النادي بشأن التجديد طبعا فيه التعاقد عارفين عقد محمد صلاح حينتهي الصيف يعني في يونيو 23 يعني كمان تقريبا سنة ونص عقد محمد صلاح بينتهي ومنذ فترة كبيرة يعني فيه تعاقد وفيه مفاوضات كتيرة جدا ما بين محمد صلاح وما بين ليبر بول ونشر رامي عباس صورة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ظهر فيها محمد صلاح وبيضحك يعني كان فيه الصورة محمد صلاح قاعد على مكتب وبيضحك جدا وورا رامي طبعا عباس ده وكيله وهو مشغول في يعني اللقطة زي ما حضراتكم عارفين اللقطة يعني فيها جتل كبير جدا اللي عايز يقوله وكيل محمد صلاح بالصورة دي عايز يقول الكرة في ملعب ليبر بول احنا قدمنا العرض بتاعنا واحنا منتظرين وخلي بركوا كمان على مستوى فبريز الرومانو كمان رئيس ريال مدريد من خلال طبعا بعد مش هقول التصرحات لكن عابل الماسيش طبعا ده طبعا وكيل اللاعبين في نادي ريال مدريد كان فيه تواصل كده عبر الواتساب مع رامي عباس ووكيل محمد صلاح بيقوله اخبرك ايه فقال له احنا يعني انا كويس بس الموضوع بقى ممل شوية يعني كل دوت اكيد في محاولة للضغط على ادارة ليبر بول للإسراء في عملية التعاقل محمد صلاح حضراتكم عارفين محمد صلاح يمكن طالب في العقد الجديد انه يرتفع عقده من 200 الف جنيه استرليني اسبوعيا لربعمائة الف جنيه استرليني اسبوعيا وده لغاية دلوقتي اعتقد ما وصلش يعني الى لغة التفاوض الايجابي بالنسبة لليبر بول ليبر بول لغاية دلوقتي من خلال طبعا اتصالاتنا ومن خلال بعض المراسلين او بعض الصحفين الموجودين في انجلترا بيقول ليبر بول لغاية دلوقتي مش موافق على يمكن ما طلبه محمد صلاح من ارتفاع اكتر من الضعف تقريبا يمكن محمد كمان وصل لربعمائة وخمسين الف في الاسبوع ليبر بول لغاية دلوقتي يمكن عارض حوالي 300 الف استرليني اسبوعيا للمحمد صلاح وده لا يقول لك او هو محمد صلاح او وكيله شايف ان العارض ده غير مناسب مصير محمد صلاح هيكون ايه خلال الفترة اللي جاية اعتقد اعتقاد الشخصي ان ليبر بول يعني اعتقد حتيجي شوية ناحية محمد صلاح ليه حتيجي ناحية محمد صلاح لان محمد صلاح احسن لاعب في العالم محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا محمد صلاح ويمكن شفنا من خلال بعض مباريات ليبر بول بدون محمد صلاح وساد يوماني كان فيه بعض التعثر شوية رغم فوزهم على المباراة الأخيرة 3-0 على برينفورد لكن المباراة اللي قبلها كان فيه طبعا إخفاق في عملية التسجيل محمد صلاح لعيب مهم جدا 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 لليبر بول تقادش شخصي إن شاء الله بإذن الله يكون فيه تجديد للتعاقد مع محمد صلاح فحالة عدم التعاقد أعتقد الطريق هيكون مفتوح لريال مدريد ريال مدريد كمان دلوقتي أفضل كتير من السنة اللي فاتت دلوقتي على مستوى الليجة أعتقد هو خلاص حسم الليجة بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين الموجودين في عناصر جيدة ممكن جدا يكون الوجهة القادمة لمحمد صلاح في حالة عدم تقديم عرض مناسب لمحمد صلاح أو عدم يعني رغبات محمد صلاح مش هتجاب هيكون الطريق إلى ريال مدريد كل التوفيق طبعا لمحمد صلاح وبداية من كياس الأمم الأفريقية اعتقد الشخصي من اللي بشوفه محمد صلاح يمكن المستوى مستوى مصر كلها بصراحة مش محمد صلاح بس مش على المستوى الجيد لكن أنا عارف محمد صلاح عينه على البطولة نفس محمد صلاح وده اللي تلع قاله أنه نفسه أنه يفوز بلقب قري مع منتخب بلاده ده أولا هتحط في السيفي بتاعه وكمان هيكون نقطة مهمة جدا جدا في مشوار محمد صلاح للحصول على أفضل لاعب إن شاء الله بإذن الله في العالم لعام 2022 خضراتك عارفين يمكن الجايزة 2021 راحت لطبعا نجم البولندي ونجم باير مونيخ لبندويسكي ترجمة نانسي قنقر